موسيقى التوحد بين السوء الفهم وغياب الدعم لمن يعانونه من أبرز تحديات مجتمع التحدي وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا مرحبا تبدو معلومات كثيرة عن مرض التوحد مبهمة وغامضة وأحيانا كثيرة تختارط مع عديد من الأمراض الأخرى وعلى رغم التخصيص الثاني من أبريل من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للتوحد لكن لا تزال الكثير من المفاهيم المغلوطة عن هذا المرض والمصابين به في وقت يسعى العالم إلى تعزيز دورهم في المجتمع وتصحيح الأخطاء المرتبطة بمريض التوحد واليوم نرفع التحدي للتصدي لكل ما من شأنه أن يعرق إلى مسارهم وحياتهم بصورة طبيعية ويحضر معنا لتطارح أفكار هذا النقاش الدكتور ياسين بن حدوش أستاذ الطب النفسي بكل يتطب الصيدلة بتنجح صباح من الدكتور ومرحبا أستاذة خديجة مرحبا بسي مهدي ومرحبا بالمشاهدين مرحبا نورتني للشرف نكون معكم إن شاء الله شكرا نورتني شكرا مرحبا كما يحضر معنا الأستاذ مهدي بولحية معالجون وباحث الفعال من نفس الإكلينيكي صباح النور ومرحبا أستاذة خديجة سعيد مرسا أخرى بتواجب معاك برنامجك المتميز شكرا هذا من كرامك شكرا جزيلا طيب سأبدأ معكم دكتور ياسين يعني كيف هي اليوم نظرة المجتمع لمرض التوحد أو للأطفال اللي مصابين بطيف التوحد يعني ربما بمعنى صريح آخر يعني صريح جدا هي نظرة نسبيا قاسية على ما أعتقد شكرا بعضا على هذا مرحبا الشيء اللي تلقاوه يوميا في المزاولات دينا الطيبية قبل ما نهضروا على النظرة ديال الآخر للأطفال بطيف التوحد ولا بطيرابات طيف التوحد خاصنا ضروري نعرفوا شنو هو طيراب طيف التوحد نعم طيراب طيف التوحد هو واحد الخلل في النمو ديال الدماغ اللي تلقاوه عند الوليدات تمام اللي تكون عندو واحد واحد الأعراض اللي ما تخليوش الوليدات يتواصلوا مع الوليدات اللي معهم تكون مشكلة عندنا في الحوار ولا في الكلام وتكون عندنا شيء مشاكل في شيء مشاكل في 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 الأكتيفيتات نعم في الأنشيطات ديال الأنشيطات تكون متكررة دوك هاد هاد المشكل هو مشكل لي آه هاد أعوان السنوات الأخيرة تشوف بأنه في في تيزايد على حسب المعطيات الأخيرة ديال 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 الورغانيزاصي من ديال منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية تنظروا على طيف الكل مئة عندو هاد المشكل ديال نسبة مرتفعة نعم نسبة مرتفعة ديال نسبة مرتفعة المشكلة التي تتطرحنا نحن يوميا هو هاد الوليدات اللي تيجيونا تشخيص واحد الوقت اللي متأخر ولي تيقول تشخيص متأخر تنظروا على علاج اللي تيكونت هو متأخر هاد التشخيص المتأخر أو الاستشارة اللي كتكون متأخرة نتجع عن ماذا؟ عن قلة واعي أو عدم الوعي بالمرض من طرف الأسر لماذا زالوا ربما محتاجين أننا نرفعونه من صوب الوعي بخصوص هاد الطيف أو هاد الترابد التوحد معظم الأغلبية ديالنس اللي تيجيو نغمال ما ما تيكونوش عندهم ديك لاسنسيبيزازيون ما عارفين شنو هو طيف التوحد ما زال عندنا هاد المرض النفسي ان جنرال تلقاو دي ديفيكلتات تلقاو بأن النظرات الآخر لهذا الوليد اللي عندهم مشكلة نفسية ولا مشكلة في النوم تيكون سبب التأخير طيب سد مهدي بحكم اشتغالك مع الأسر يقوموا بستشارتك بطبعات الحال وكتلاحظ عن كتاب عندك تقييم لهذا الطراب طيب التوحد ما هو أصل التوحد؟ سببه ماذا؟ هل هو الطراب؟ ام اختلاف؟ ام مرض؟ ماذا؟ انطلقا من تجربتك مع هذه الأسر مع أطفالك يعني من ترطي في التوحد مرحبا أستاذ خديجة أول شيء نبغي نشكرك على التفاتة ديالك الفئة في اليوم العالمي للتوحد وطبعا نريد أن نقول بأنه لا يجب فقط التحدث عن هذه الفئة فقط في اليوم بل يجب أن يكون دائما في المملكة أن نصخر الجهود الكبيرة أصحاب القرار أنهم يتجهوا لهذه الفئة كما قال الأستاذي أنه الآن دراسة تقول أنه في كل مئة أو دراسة أخرى تقول في كل مئة أو ستة يعني مولود جديد كين طفل التوحدي وهذا رقم ليس بسهل للأسف نحن باقي فيها أنه مكنش دراسات في المغرب أتحدث مغرب مكنش دراسات ليها ملموسة أو يعني يعني دارت على هاد الأطفال وليس حال التواجد دياله وليس حال نسبة علمية وليس حال نسبة علمية وليس حال مدروسة وليس حال ولكن لا يلاحظ أن العدد كبير مثلا سوف نرى في المستشفيات الطيب النفسي أو في المراكز التي تهتم بهذه الفئة هذه أو من الأسر سوف نرى أن العدد كبير فيجب الاهتمام أكثر بهذه الفئة هذه طبعا موضوع سيدة خديجة هو علمي جدا متشعب جدا لأن هذا الموضوع ديال التوحد يعني حير الباحثين في جميع أو مجموعة ديال المجالات التي التوحد صح هو أصل التوحد وللأسف لحد الساعة لحد لحظاتنا الآن ما زال ما عرفوش يعني الباحثين في جميع بكل التخصص ما عرفوش بأجدام الأصل دياله الرئيسي فطبعا نحاول نبسط نظرة لأن كتشاهدنا فئة مختلفة من الجمهور فإذا كان ثلاثة ديال النظريات كان النظرية الأولى تقول وأغلب الدراسات الآن حتى التصنيفات العالمية اللي هي الديسيم كاتخ الديسيم سينك والسييم ديس هذو هما المراجع التي ترجعها سواء الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي من أجل تصنيف الأمراض والأطرابات إلى غير ذلك فتقر على أنه الطراب تقر على أن التوحد هو الطراب أو خلل في النمو المعرفي الشيماعي الوجداني إلى غير ذلك فهذا طبعا عندما نقول خلل الخلل يكون طبعا بمرجعين للحالة أو قياس الحالة الأصلية ونقوله بين قوسها الحالة السوية هنا يمكن أن نحكم على أنه الطراب طبعا كان هناك فئة أخرى تدافع على أن التوحد هو اختلاف وليس هو اختلاف وليس اضطراب أو مرض لماذا اختلاف؟ لأن الدراسة نورولوجية تبين أن دماغ التوحد ودماغ غير توحد عندهم اختلاف بينهم خصوصا في الربط الوظيفي خصوصا في النشاط بعض المناطق مقارنة مع مناطق أخرى فكين هناك اختلاف طبعا المتوحد يتفوق في بعض الأمور تفوق هائد هي نسبة الدكاء التي تكون ملحوظة صح لأن مثلا نهضر على الجانب أو القدرات البصرية فالمتوحد يتفوق أكثر على الإنسان الغير توحدي طبعا في الدكاء المنطقي في قوة التذكر التوحدي عنده قوة أكثر من الشخص اللي يمشي توحدي في ماذا يتفوق الغير التوحدي في المسائل الاجتماعية وخلق العلاقات إلى غير ذلك هناك الخلال هنا يتفوق فهنا نتحدث عن عالمين مشهورين في العالم وهو إسحاق نيوتون وأنشتاين هم توحدين إذن هناك إذن النسبة للدكاء لا تتقاش عندهم بطبط هناك شوف فقط يمكن المشكلة التي تكون بينها هي في العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين شخصية دكتور عالمين أعتقد ربما نعم هذا سؤالي لكم دكتور ياسين بماذا يتميز الطفل أو الشخص التوحدي الذي مصاب بهذا الطيف ماذا يتميز بماذا يتميز كما قال السيامين تلاحظوا بأن هناك كائن بعض الأطفال التي تكون عندهم واحد الدكاء التي ملاشية على النغم ولكن كائن في نفس الوقت واحد الوليدات التي تنقضوا حيث هذه الأعراض الطيف التوحيد تكون لدينا بدرجات وهذه الدرجات وما يتحددنا كيف هذا الوليد أي أخذنا كيف تكون إبوليسيون مع الزمن المشكلة التي تكون عندنا عند هذه الوليدات سيقضوا هذه المشكلة تأقل مع المجتمع تلقى صعوبات يندامج يندامج مع الأطفال مع الوليدات وهذا الذي يكون سبب رئيسي في العزال وظهور بعض الأعراض التي منها أعراض ضربة القلاق كمرة نرى ضربة ضربة الاكتئاب نعم طيب أستاذ مهدي سوف نعود إلى تجربتك على المساوى التشخيص بطبيعة الحال التشخيص يخدعو هذه الأطفال لأن تخصوصات عدة تخصوصات الأعصاب طبيب نفسي تخصوصات أخرى تستقطع في هذا الطيف هذا التوحدي لكن ماذا عينت من تجربتك ما هي أبرز ربما تم مظهورات أو الأعراض التي ترافق هذا الطيف التوحدي جميل جميل سوف نعود للسؤال الأول السؤال كان هل هو اختلاف أم اضطراب أم مرض ما زال ما جاوب الناس على القضية أم مرض لأنها تهمنا كان هناك فئة ترى أن التوحدي هو مرض لماذا؟ لأنه يمس جميع المناحي النفسية للطفل التوحدي الجانب الوجداني الإنفعالي الجانب المعرفي الجانب الشماعي وإلى غير ذلك مجموعة من الجوانب وهذا يستدعي مقاربة متعددة مقاربة مرضية علاجية تربوية تأهيلية كل هذه الأمور تستدعي أننا نتدخلوا مع التوحدي إذن طبعا هنا لا بد من أعتبار أن التوحدي هو مرض إذن كنا فئة تعتقد هذا بما أنني أنتمي إلى العلم النفس الكلينيكي الديناميكي فأنا كذلك مع الطرح أن التوحدي هو مرض مؤخرا كانت ربما نداءات حتى على المستوى الإعلامي لا يتقلش مرض مرض التوحد دراسات بدأت وكانت دعوات كما قلت أنه طيف أو طراب طيف التوحد أو طيف التوحد فقط لكن عندما نتحدث علميا أكاديميا وكل المواصفات لهذا المرض تسير بنا الدراسات إلى أنه مرض لأن الشخص يعاني مجموعة من المعاناة كما قلت التي تمتده في كل مناحي الحياة النفسية حتى الجنسية حتى الحميمية حتى مجموعة من الأشياء ممتاز إذن كيف نشخص هذا المرض وشنو هما تمظهرات وشنو هما الأعراض دي المرض دي التوحد فطبعا كي نحدي الأسباب دي المرض كي نجوج دي النظريات كينا النظريات العضوية يعني أن المرض هو عضوي وكينا النظريات ذات المنشأ النفسي إذن النظريات العضوية كيف نسكولنا طبعا نبدأ بما هو مثلا مثلا ويراتي يقول الباحثين أنه ممكن أن بعض الجينات تحمل إحدى السبغيات التي هي مستعدة للمرض التوحد وقيمة دراسات على التوائم الحقيقيين وغير الحقيقيين والإخوة للمشيهما توائم فلاحظ أن التوائم لهم حقيقيين أكثر عرضا لأنهم يتصابوا إذا كان واحد في التوحد الآخر سيصاب 90% ديال النسبة التوائم الغير الحقيقي عنده نسبة ديال 5% فقط 5% أنه يتصاب كذلك بالتوحد كذلك أن هذا الشيء الذي هو ويراتي مجرد أن أم أو أب أو أحد الأفراد العائلة عنده تاريخ مراضي أو إحدى الأمراض التي هي الطرابات النمائية الشائعة ممكن أن واحد من العائلة يتصاب بمرض التوحد فهذه بالنسبة للويراتي كان المنشأ الآخر أو الشيء الآخر الذي هو البيوكيميائي للنواق العصبية وهذه نظن الدكتور يتفصلنا فيها يعني سيكون لدينا مشكلة في النواق العصبية إلى غير ذلك أود يعني قبل أن تكمل غير هذه النقطة لكي لا تفوتني نحن عند هذه الويرات التي لديهم هذه الطرابات لاحظنا بأن واحد من المناطق التي لدينا في الدماغ سواء الحجم ديالهم تيقل سواء الأباسور ديال هذه المنطقة تيقل واحد من المناطق التي لدينا في الدماغ حاجة واحد أخرى كما قال هم هذه النواق العصبية هذه النواق العصبية تلقى بأنها كينا واحد الفونكسيونمون التي تكون ناقص ولا زيد على الوليدات يعني تشتغل بطريقة إما زيدة وإما نقصة نعم نعم تفضل كذلك عندنا الجانب النورولوجي الذي هو تشريح الدماغي وكيف يتشتغل الدماغ فطبعا عند التوحدين نلاحظ أشياء لا توجد عند الشخص الغير التوحدي مثل الاشتغال الوظيفي والربط الوظيفي للدماغ مثل المناطق تنشط عند التوحد يعني هناك فرق حتى في النورولوجي وكذلك كان النظرية المعرفية التي هي امتداد للنظرية النورولوجية أول مؤشر أفوان على المقاطعة أستاذ مهدي أول مؤشر يجب دق من خلاله نقص يعني أقول خطر بالنسبة للأسر عندهم تزدلهم طفل رضيع أو عنده سنة أول ملاحظة يجب من خلالها استشارة الطبيب وإصراع إلى الطبيب جيد إذن أستاذة خديدة أنا أخبرت لك كين منشأين نظريات الكبرى كين أننا أخبرنا المنشأ العضوي وكين المنشأ الذي هو نفسي من هنا ندوز لك الأول مؤشر أو المؤشرات التي قدنا نرى بهذه القضية المنشأ النفسي التحليلي كيف يقول لك يقول لك السبب للتوحد هو علاقة الطفل في سنوات في الرضاة من لي الله تزاد مع الأم إذن إذا كان لدينا خلال في هذه المرحلة هذه إذن هنا سيكون لدينا مشكلة للتوحد كيف كتقول الدراسات لمرت المثلسة المراحل في البحث وفي التنظير كتقول أنه جميعنا يمر من مرحلة التوحد جميعنا أي ما يسمى بالتوحد الطبيعي طبعا نظريات تحليلية كيف ذلك الطفل الملكي تزاد يعتبر الأم ديالو جزء منها جزء منها يعني ما كيفرقش أنه لا جسد آخر هو يعتبر الأم ديالو هو نفسه نعم فهنا بشوية بشوية من خلال من خلال طبعا الاهتمام ديال الأم من خلال التواصل ديال الأم من خلال فكتشف الخلال تحصل إلى تلك المرحلة لما بعدها وهي لأنه يعرف أن الأم ليه جزء خارج خارج جسد بحضو و جسد يليه بحضو بضط لا تتوحد بضط بضط فإن لم تكن هناك رعاية إيجابية قرأت واحد الجملة عجبتني أولا كلمة أو عبارة التي هي الأم التلاجة الأم التلاجة التي هي خالية من المشاعر خالية من الرعاية لا تهتمشي بالأطفال لا على حسب المشاكل التي يمكنها نفسها إلى غير ذلك فهنا ما يوقع؟ يخلق قلق عند الطفل وقلق عادي يكون في الأول قلق لوجود تسمى قلق لوجود هذا يعطينا التوحد الغير الطبيعي ما بعد ذلك فهناك تخلقنا هذه المشاكل نعم نعم نصلنا إلى المؤشر نعم لأن ما تقوله كلام أرضية علمية أرضية علمية ونظرية السيدة وحتى يجب عدم نسيان أو إخفال أننا مجموعة من السيدة الآن والأسر ينتظرنا الأعراض إذن الأول عارض هو أن الطفل أي طفل يكون خصو من أن تناديله بالاسم دياله خصو يتلفت لك ممتاز إذن هنا الطفل التوحدي ما قام بك يتلقى ما قام بك يسمع لك الطفل الطفل العادي كتدوز العدد دير شهور كيبدأ يتبعك بعينه كيبدأ الطفل التوحدي ما عنده شيء هذا طبعا حسب الحدة لأن هذه كانت ثلاثة الأنواع كانت توحد خفيف كانت توحد متوسط وتتوحد وهو شديد من هذا العدد دير شهور ثلاث سنوات يجب أن يبدأ مثلا كي تفاعل مع الموحد دياله كي يسمع الأصوات هو لا يتفاعل مع الأصوات لا يتفاعل مع الأضواء مجموعة من الأشياء اللي نورمال مو خصدغية ديوها عن طبيب لأن التأخر في النطق كذلك التأخر لأن المشاكل اللي كان عند التفتوحد هو اللغة اللفظية والغير اللفظية إذن اللغة اللفظية والغير اللفظية كي بدأوا نلاحظوا كان طبعا حركات حركات قصرية حال الطفل التوحدي مثلا ستلقى كي يدير طول الوقت بهذا التاريخ بنفس الحركة عشرات المرات هذه أشياء ليست عشرات المرات ما لا نهاية دايما عنده لا يتوقف عن هذه الحركة ممكن تلقى كي يمشي ويجي بنفس المكان بنفس التراجي ممكن تلقى هي دوره حول نفسه فكلها مجموعة من الأعراض والأعراض للخصنات نمشي عن طبيب أو الأخي طيب ما هي دكتور رياسي ما هي أبو الصعوبة التي تعترض أطفال طيف التوحد دكتور عن مستوى العلاج عن مستوى نعم نحن نشوفوا واحد الذي إذا أعراض التوحد أول حاجة يجبنا ندره يجبنا كما قال السيمادين نقلبه على واحد واحد الإكسبيكاسيون التي تكون في الصحية عندنا واحد نحاول نقلبه هذا السيد الذي لم تنته للموحد يلو وش كينشي مشكل في السمع وش ما كينشي مشكل في النظر في الحواس يعني يجب أن تخضعنا هذه التحاليل سلبيين نعم دكتور عندما يدخل الطبيب النفسي متخصص في الأطفال ولا معاليش النفسي دكتور عندنا واحد تماريم أو واحد التي تنظر مع الوليدات التي تنقدم من خلالهم نعرف ما هي المشكل أو بالضبط وما هي المجالات التي لدي هذا الوليد حيث الوليدات كما كلنا سيكون لدينا مجالات التي لديهم نقصات يقد يكون في التفاعل مع الآخر يقد يكون في النظر وليقد يكون في مجالات وحدة أخرى نعم نعم تنسيستو عليه كما قال واحد النقطة مهمة هذه بأننا لدينا واحد الوليد التي تنشوفه كالفلاش ديها 3 أو 6 واحد الوليد يبقى واحد الساعات بزاف في البلصة ديها لا يغوت لا يبكي ما تحاجر هذا الوليد لدينا هذا الوليد الذي يجب نشوفه ويجب نشوفه ببري تمام حيث هذه الوليدات تكون هذه لديك الغوطات التي تتكون ما تكون شيء ما تكون شكينا هذا كله الذي تسوريغ هذا الابتسامة الابتسامة التي تتكون عند الوليد ما تتكون شيء هكذا كمثال حاولنا نتبع المدر ديالو ونحاولنا ندخلوا في هذا الاتصال البصري معه ولكن ما تتجاوبش ما تتجاوبش حاجات واحد آخرين هما هذه الحركات التي تكون متعودين بالأيادي ولا بالرأس ولا بالجسد وهذو شاعر هذا الوليد مثلا هذا الوليد اللي تتلقى فرحان ولا هذا تتلقى كمثال تتدير هذه الحركات الأيادية التي تتعاود تتلقى يقدر على رأسه يقدم واحد النقطة آليف لواحد النقطة باء وهذه المشكلة الخصوصي التي تريد أن تكون عندهم واحد المشكل في المرونق هذه الوليدات تكون عندهم الانفرونمون ديالهم لأي تغيير فيه تحسب الولو تكون عندهم شوية تركيز زائد على الوليدات الخيم كمثال الحتس يكون عندهم الحتس مرتفع مرتفع نسبة الحتس مرتفع افكسي هذه الوليدات كمثال تتلقى في الماكلة دياله يختار على حسب اللون الشاكل ولا الملمس وتتلقى عنده واحدة جوج من ثلاثة الماكلة اللي مثلا يأكل اللي يأكل اللي يأكل لغير تغيير يأكل سوايب تغيير هو اعتيادي ومنظم ربما تنظيم جيد منظم طيب شو نختم لأنه يشيرون أنا ربطنا دقيقة دور دور الاسرة دور المجتمع في الدعم ديال هات الاطفال أين يتجر لبي اختصار طبعا خص تعتبر آليات التدخل صح صح علاج صح بالنسبة آليات التدخل فكما قلنا خص طبيب النفسي يكون فيها أخصائي نفسي حركي يكون فيها أخصائي النطق يكون فيها حتى أخصائي التغذية لأن التوحد يكون فيها المعالج النفسي لديه مجموعة البرامج التي تأهل هذه الوليدات تعزز السلوكيات الإيجابية وتطفئ السلوكيات السلوكيات كيف نغير النظرة دي المجتمع القاسي والمشحفة هؤلاء الأطفال كثرة التوعية وكثرة التحسيس أستاذ أخذي ممتاز أستاذ دكتور ياسيم تحدياتك كطبيب كمختص شو تحديات نحن بالنسبة لنا الأولوية هي العائلة دي الطفل العائلة دي الطفل تتلعب واحد طور مهم لا في الوقاية الساعل لأ باش يجيب النا مبكير لا تفتتبع خاصنا يكون وعين بالمرض وخاصهم تهم تشاركوا معنا في هذه العلاجات طيب دكتور منحدش ياسيم شكرا جزيلا نورتني بكل هذه الإضاءات الشكر مصول لكم دائما شكرا جزيلا لفريق العمل شكرا لكم مشاهدين على كرام المتابعة وليبقى رجاء دائما في لقائكم غدا وتحدي جديد مع كامل محمد شكرا جزيلا